موسيقى تشير الكثير من الدلائل إلى أن الجيوش العربية غير فعالة بشكل عام في العصر الحديث فقد كان أداء القوات النظامية المصرية ضعيفا ضد القوات غير النظامية اليمنية في الستينيات من القرن الماضي وكان بإمكان السوريون فرض إرادتهم فقط في لبنان خلال منتصف السبعينيات باستخدام الأسلحة الثقيلة وأعدادا كبيرة من قوات المشاه واستمرت الحرب العراقية الإيرانية ثمانية عوام خاصة أن الجيش الإيراني كان منهكا وقد مزقته الإضطرابات الثورية في الثمانينيات من القرن الماضي وبنفس الوقت كان لداء العربي على جانب حرب الكويت عام 1990 دون المتوسط وبنفس الوقت كان داء العربي ضعيفا في أغلب المواجهات العسكرية مع أسرعيل تقريبا واليوم يفشل التحالف العربي في اليمن لمجابات فصيلا عسكريا يمثل إيران في المنطقة ويمليشيات مهلهلة تستخدم أسلحة قديمة المنشأ وبنفس الوقت فشلت الجيش العربية في التدخل في أي من النزاعات التي حاطت بالدول العربية للعب أي دور هام في سياسة المنطقة والتي تدار من الدول الكبرى هنا يتساءل المحللون والمراقبون عن سبب هذا السجل السيء من الأداء فهناك العديد من العوامل بالتأكيد من الاقتصادية والأيديولوجية والتقنية ولكن ربما أهم هذه العوامل ما يتعلق بالثقافة وبعض السمات المجتمعية التي تمنع الدول العربية من إنتاج قوة عسكرية فعالة حيث يعتبر الخبراء الغربيون مثلا أن قدرة جيش ما في الحروب تكمن في قدرته أثناء التدريب وسنسرد هنا في حلقتنا هذه بعض الانطباعات عن المؤسسات العسكرية العربية وفقا لمحللين ودراسات غربية وعربية وتأثير العديد من العوامل كالتعليم والمركزية الشديدة والسياسة على المستوى الكلي للجيوش العربية ومن المهم إجراء دراسات مقارنة لمعرفة مواطن الخطأ وتصحيحها ومن المهم أيضا أن لا نقع في التعميم في التحليل ضد الدول العربية فقد حدثت أخطاع كارثية كبيرة خلال القرن الماضي من خلال التحليلات الخاطئة للثقافة السائدة فكل ثقافة قد تتغير وتتطور فمثلا إدراج الثقافة المجتمعية في التقييمات الاستراتيجية له إرث ضعيف لأنه عالبا ما يتم نجو من مخزون من الجهل والتمني والأساطير القديمة فقد قابت جيش الأمريكي في ثلاثينيات القرن الماضي بتقييم الشخصية الوطنية اليابانية على أنها تفتقر إلى الأصالة واستنتج على أساس خاطئ بأن البلاد ستكون دائما متخلفة تكنولوجيا وبنفس الخطأ نظر هتلر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمجتمع دونه وبالتالي قلل من تأثير دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية فتشير هذه الأمثلة عندما تأخذ الثقافة بعين الاعتبار في حساب نقاط القوة والضعفة النسبية للقوى المتعارضة فإنها تميل إلى أن تؤدي إلى افتراضات قد تؤدي إلى دخول الدول إلى الحرب بثقة في غير موضعها فقد افترض الاستراتيجيون الأمريكيون أن الفيتناميين في الشمال اقتربوا من الهزيمة وأن القصف الجوي للمناطق الشمالية سينهي الحرب ولكن النتائج أثبتت أن هذه الافتراضات كانت خاطئة جدا إضافة إلى ذلك من الخطورة بشكل خاص وضع افتراضات سهلة حول قدرات جيش ما بناء على حروب سابقة لأن المجتمعات تتطور وكذلك الثقافة الفرعية العسكرية معها وهذا يحدث مع العرب الآن أيضا حيث يمكننا أن نرى أن الأداء الفرنسي الضعيف في الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 دفع القيادة الألمانية العليا إلى تقييم مفرط في التفاول قبل الحرب العالمية الأولى وأدت جهود الجنود الفرنسيين الكبيرة في الحرب العالمية الأولى إلى دفع الجميع من وينستين شاتشل إلى القيادة العليا الألمانية لتقييم قدرات الجيش الفرنسي بأنها متفوقة بشكل كبير وقد استهانت جنرالات الإسرائيليون بالجيش المصري عام 1973 بناء على هزيمة عام 1967 وهكذا يمكننا الآن أن نرى بوضوح أنه من الصعب الاعتماد على الثقافة في تقييم قوة ما فالثقافة ليست مرادفة لمذاب الفرد ولا هويته العرقية ففي كل من التاريخ العسكري للإمبراطوريتين العثمانية والرومانية وهو جيش متطوعي الشركس وجيش النخبة البريتورية الرومانية حيث يمكننا أن نرى أن التدريب والانضباط والروح العالية هي التي أحدثت الفرق وليس أصل الجنود وثقافتهم وعلى الرغم من هذه الأخطاء في التحليل لا بد من مراعة الثقافة السائدة والواقع أن الوعي بالأخطاء السابقة يجب أن يجعل من الممكن تقييم دور العوامل الثقافية في الحرب فمثلا على عكس الطريقة المعتادة للحرب الأوروبية كانت الجيوش في العصر الإسلامي عادة ما تتبع أسالب الكر والفر والحرب الغير مباشرة وفي نظرة ثاقبة للحروب العربية في القرن الماضي يمكننا الوصول إلى استنتاج مفادة وأن العرب لا يزالون أكثر نجاحا في مواجهة حروب التمرد أو الحرب السياسية أو ما يسميه البعض الفوز بالحرب دون معارك فقد كان عبور الجيش المصري قناة السويس في عام 1973 خطة خداع بارعة إلا أن الجيش المصري لم يستغل العبور وأصبح محاصرا فيما بعد لأسباب عديدة بعضها يتبع عن ماط السلوك الشخصي للضباط والقيادة بشكل عام وعلى هذا المنوى ليشير الخبراء إلى أن بعض عن ماط السلوك التي تعززها الثقافة العربية المهيمنة كانت أهم العوامل التي ساهمت في الفعالية العسكرية المحدودة للجيوش العربية والقوات الجوية العربية منذ عام 1945 وشملت هذه الصفات المركزية المفرطة وعدم المبادرة وانعدام المرونة والتلاعب بالمعلومات وتثبيت الروح القيادية للضباط المبتدين ففي كل مجتمع تعتبر المعرفة وسيلة لكسب القوة أو قوة في يد الفرد لكن في الدول العربية تحتفظ القيادات العسكرية العليا بالمعرفة لديهم بشكل حصري وغالبا ما فجي الضباط الأمريكيون الذين يدربون القوات العسكرية العربية على مر السنين بحقيقة أن المعلومات المقدمة للموظفين الرئيسين لا تتجاوزهم إلى الرتب الأدنى فبعد أن يتعلم الجندي العربي القيام ببعض الإجراءات المعقدة يعرف الفني العربي أنه لا يقدر بثمن طالما أنه الوحيد في وحدته العسكرية الذي يمتلك هذه المعرفة وبمجرد أن ينشرها للآخرين يصبح من غير قوة أو ثقل بين أقرانه فمن الناحية العسكرية كما يقول الخبراء والمدربون الغربيون هذا يعني أنه تم تحقيق القليل من التدريب المتبادل على المعدات العسكرية فعلى سبيل المثال إذا ما احتفظ قائد الدبابة بالمعلومات التفصيلية في كيفية قيادة الدبابة واستراتيجيات الإطلاق والخطط البديلة فقد يكون طاقم الدبابة من المدفعي والملقم والسائق الذين هم بارعون في وظائفهم غير مستعدين لملء فراغ أحد أفراد الطاقم إذا ما أصيب أو قتل في أرض المعركة كما أن عدم فهم وظائف بعضهم البعض يمنع عمل الطاقم بسلاسة وذلك يعني أنه على مستويات عليا من القطة العسكري لا يوجد عمق في الكفاءة التقنية إضافة إلى ذلك يقول بعض الخبراء الغربيون عندما دربوا بعض الجيوش العربية إلى أن التدريب يكون غير تخيولي ولا يتحدى الجندي العربي ليخرج أفضل ما عنده ولأن النظام التعليمي العربي يعتمد على الحفظ في الغالب فإن الضباط لديهم قدرة استثنائية على توصيل قدر كبير من المعرفة بالحفظ ويميل نظام التعلم إلى أن يتألف من محاضرات طويلة حيث يقوم الطلاب بتدوين ملاحظات لا حصر لها ويتم اختبارهم حول ما سريد لهم كما أن نقص المنافسة بين الأفراد والذي يخلف الفائز والخاسر يعتبر من المحضورات في السلك العسكري العربي خاصة في الوحدات العسكرية التي تضم تنوعا في الرتب هنا يقول المدربون الغربيون الذين يتعاملون مع الطلاب العرب أنه قبل توجيء أي سؤال لطالب في حالة فصل دراسي خاصة إذا كان الطالب ضابطا يجب أن يمتلك الإجابة الصحيحة فالضابط الذي لا يعرف الإجابة يتعرض للإهانة أمام الملأ وفي حين يعد الضباط الصغار العرب مدربون تدريبا جيدا على الجوانب التقنية لأسلحتهم ومعرفتهم التكتيكية ولكن ليس على مستوى القيادة فهو موضوع لا يحظى باهتمام كبير وعلى سبيل المثال في تقييم للجنرال سعد الشاذ لرئيس الأركان المصرية للجيش المصري والذي شارك بنجاح في حرب عام 1973 بأنه لم يتم تدريبه على المبادرة أو التطوع بمفاهم تقليدية أو حتى مبتكرة في الواقع قد تكون القيادة في الجيوش العربية أكبر نقطة ضعف في أنظمة التدريب العربية وينتج هذا الأمر من عاملين رئيسيين نظام طبقي بارز في القيادة العسكرية وعدم وجود برنامجا لتطوير ضباط الصف وتأهيلهم ثقافيا وعسكريا بصورة صحيحة فالجيش الألماني مثلا في الحرب العالمية الثانية وفي أغلب حروبه كان يفتخر بطبقة ضباط الصف ويبدو أن حدى طرق الإدارة المتبعة هي القرارات العليا المتخذة مع القليل من التواصل البيني مما يؤدي إلى نظام شديد المركزية يؤثر على جميع القطاعات العسكرية فنادرا ما يتخذ الضابط العربي قرارا حاسما من تلقاء نفسه وبدلا من ذلك فهو يفضل المسارة الآمنة لينظر إليه على أنه مجتهد وذكي ومخلص ومطيع لقيادته والسعي للفت الانتباه بهذه الطريقة يؤدي إلى الكثير من الخسائر على أرض المعركة الفعلية كما هو الحال في الحياة المدنية العربية فإن التوافق هو المعهر المجتمعي الساحق وي رأي مخالف يتم دحره وتثبيطه ويكون خط سعير الأوامر من الأعلى إلى الأسفل ولا يجوز إعادة تفسيرها أو تحويرها على الظرف القائم على أرض المعركة أو تعديلها بأي شكل من الأشكال كما أن الطبيعة المسيسة للجيوش العربية تعني أن العوامل السياسية تلقي بثقلها وتتجاوز الاعتبارات العسكرية بشكل متكرر والضباط الذين يمتلكون المبادرة والميل إلى العمل الانفرادي يشكلون تهديدا للنظام السياسي ويمكن ملاحظة ذلك ليس فقط على المستوى الاستراتيجي ولكن في كل جانب من جوانب العمليات العسكرية والتدريب أيضا ترجمة نانسي قنقر